مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس السادس أنوان الدرس عالم أكثر دفئا قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب وبيجي الفيسبوك والإستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس اليونت السابع الدرس السادس أنوان الدرس عالم أكثر دفئا بالبداية يقول لي ما الذي تخبرك به هذه الصورة نلاحظ أن هنا نمنطين صورة الشمس تبعث الحرارة للأرض والأرض تتسخن وترجع تبعث الحرارة للغلاف الجوي وبالتالي الجو الكرة الأرضية يتأثر بسبب هذه الحرارة هذا مجرد تهيئة للدرس وراها شي يقول لي يقول لي read the interview اقرأ المقابلة with a scientist مع عالمة find some results of warmer world جد بعض النتائج للعالم الأكثر دفئا نانا مقابلة بين طالب أو بين واحد من الصحفيين وواحد من العلماء يسئلة يقول لي is the world getting warmer هل العالم يصبح أكثر دفئا طبعا هنا يقصد بها ظاهرة الاحتباس الحراري يقول العالمة yes it is يسألها يقولها why is this happening لماذا هذا الشيء يحدث الجاوبة there may be other causes ربما يكون هناك أسباب أخرى but it is mainly our fault لكن السبب الرئيسي هو أحنا بسببنا أحنا الخطأ من عندنا why is it our fault قالها ليش بسببنا شنو الخطأ مالتنا قالت له we are burning fools like coal نانا نتبهي طلاب قالت له نحن نحرق الوقود مثل الكل الفحم غاس الغاز oil النفط and wood والأخشاب and we are driving cars ونحن نقود السيارات جاوبها قالها I don't understand أنا لا أفهم شنو علاقة الاحتباس الحراري بهذه الأمور فاش قلت له أو شنو جاوبة all these produce gases كل هذي اللي عددناهن تنتج الغازات that trap heat in earth's atmosphere التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للعرض شنو تقول له تقول له احنا لما نستخدم الوقود مثل النفط الغاز الفحم استخدام السيارات اللي يحرق البانزين إلى آخره كل هذني تنتج عنها غازات هذه الغازات تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض فقل لها if the world gets warmer what will happen قال هزين لنفترض مثل ما أنت قلتي إذا العالم سأصبح أكثر دفعا ما الذي سوف يحدث قالت لها القمم الجليدية سوف تذوب انتبهوا طلاب هس شوف رح توضحنا ظاهرة الاحتباس الحراري أو ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض لما ترتفع حرارة الأرض القمم الجبلية القمم الجبلية الجليدية اللي متكونة بالقطب الشمالي والجنوبي سوف تذوب وبالتالي مستوى سطح البحر سوف يرتفع لما الذوب القمة الجليدية رح ينتج عنها مي هذا المي رح يروح للبحار وبالتالي مستوى سطح البحر سوف يرتفع this means some land will disappear شنو معناه هذا معناه أنه بعض الأراضي سوف تختفي بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر also وكذلك it's possible that the weather will change وكذلك من الممكن أنه يسبب تغير في الجو in what way قالها في أي طريقة يعني شون رح يغير الجو قالت we might have hotter summers ربما سوف نحظى صيف أكثر حرارة and water winters وشتاء أكثر رطوبة in some hot countries في بعض البلدان الحارة there may be less rain ربما سوف يكون هناك مطر أقل and some farmland might become desert وبعض الأراضي الزراعية سوف تتحول إلى صحاري اللي نسميها ظاهرة التصحر will all this happen soon هل سوف يحدث هذا قريبا قالت some things are already happening قالت لبعض الأشياء اللي قلتها الآن دا تحدث بالفعل but others may take 30 or 40 years لكن أخرى ربما تأخذ 30 أو 40 سنة سألها قالها can we stop it happening قالها هل يمكننا أن نوقف حدوث ذلك قالت لوا we can if we want to نحن يمكننا فعل ذلك إذا أردنا ذلك زي نستاذ شلون نقدر نوقف هذا الشيء أكيد بتقديل استخدام الفحم والغاز والنفط إلى آخره يعني إذا لاحظتم بالفترة الأخيرة الآن أصبح اتجاه لإنتاج السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية ما رح تنتج غازات تسبب إصدار الغازات اللي تأثر على الجو وبالتالي نحن نحاول نقلل من استخدام البنزين بالسيارات بالتالي كل ما زادت على السيارات الكهربائية قلت المخلفات الغازية للسيارات اللي تستخدم بنزين وكذلك أغلب الدول بدأت تولد الطاقة الكهربائية عن طريق مولدات تستخدم الطاقة النووية بدلا من استخدام المولدات اللي تستخدم النفط وهكذا إذن إحنا من الممكن أن نقلل استخدام هذين المنتوجات اللي تأثر على الجو. بعد ما قرأنا القطعة وضحنا مفرداتها. هذا مجرد لحد الآن قطعة للقراءة للاطلاع غير ما هو الانتحان التحليل وانتحان الشفوي. لكن كتحضير يومي الأستاذ يسأل أسئلة عنها بداخل الصفص راح نجي نشوف الكتاب النشاط راح يسألني مجموعة من الأسئلة عن هذه القطعة. وراها شي يقول لي يقول لي may and might. انتبهوا لطلاب may معناها ربما أو من المحتمل. وكذلك might تجيب نفس المعنى. ربما أو من المحتمل. شي يقول لي يقول لي we use may and might to say there is a chance that something is true نحن نستخدم المي والmight لكي نقول بأن هناك فرصة لحدوث شيء معين. يعني هذا الشيء من المحتمل أن يحدث It is possible something will happen من المحتمل أن يحدث هذا الشيء Both are used to talk about the present or future كلتا المي والmight تستخدم للتحدث عن المستقبل وكذلك الحاضر might is less certain أما الميت هي أقل احتمالية هو من طين مثال I may not be at school tomorrow ربما سوف لن أكون في المدرسة يوم غد شوف هناك الدينة احتمالية يعني ربما ما راح أكون في المدرسة It might be too windy to go sailing this afternoon ربما سوف يكون الطقص عاصف جدا أن نذهب للإبحار في هذا المساء الآن نشرحها بشكل مفصل أكثر نستخدم المي والmight وكلاهما تعني ربما للتعبير عن احتمالية حدوث شيء معين يعني شنو في المستقبل هو دا يوضح لدينا في المستقبل هذه استخدامها غالبا ما يكون للمستقبل الميت تعتبر أقل تأكيدا من المي يعني إذا تريد تكون الاحتمالية عالية تستخدم may أما الاحتمالية أقل تستخدم might زينا شنو قاعدتها قاعدتها سهلة جدا فاعل may أو might زادا فعل مجرد أخذنا بدروس سابقة النصيحة فاعل should و shouldn't وفعل مجرد الإجبار فاعل must و mustn't وفعل مجرد هس فاعل may و might وفعل مجرد يعني القاعدة جدا بسيطة قواعد هذه اليونت جدا بسيطة لأن أنا عندي ملاحظة ربما يسبق هذه القاعدة هذه القاعدة أو هذه الجملة ربما يأتي قبلها عبارة I think I think معناها أنا أعتقد كدليل على أني أنا دا أستخدم الاحتمالية أو جملة كاملة تعطي سبب هذه الاحتمالية فعلى راسي بالمثال نقول شوف هنا أنا طلاب I think أنا أعتقد شوف هنا أنا بعد ما بلشت بجملة الاحتمال هذه جملة الاحتمال I might go to science college أنا ربما أذهب لكلية العلوم شوف هنا أنا أشغال فاعل زايد might زايد فعل مجرد قبل عبارة الاحتمالية عندي عبارة I think هذه ما يخص الاحتمالية مثال آخر If we don't throw a letter إذا لم نرمي المخلفات The river may clean itself ربما النهر سوف ينظف نفسه شوفوا The river اللي هي الفاعل زايدا may زايدا فعل مجرد تكمله هذا مجرد قاعدة بسيطة لازم نحفظ قاعدة الاحتمالية بعد قليل راح نعرف شان نجينا بالامتحان وشان نقدر نجاوب عنه زيان بحالة النفي نفس الطريقة فاعل may و might نفسيتهم فقط أضيفنهم شنو not زايدا فعل مجرد وتكمله فعلى سبيل مثال We may not be able to reduce the global temperature ربما سوف لن نقدر على تقليل الاحتباس الحراري أو درجة الحرارة العالمية فتلاحظون هنا We هي الفاعل May هي الأداة الاحتمالية خلتها not كنفي وزادا فعل مجرد زادا تكمله وراها القاعدة في حالة السؤال نفس الطريقة may و might نخليهم قبل الفاعل فل may و might زادا فعل زادا فعل زادا فعل مجرد زادا تكمله ولا تنسون علامة الاستفام على سم المثال If we plant thousands of trees إذا زرعنا آلاف الأشجار May we turn the desert into green lands هل يمكننا أن نحول الصحاري إلى أراضي خضراء شوفنا هنا May زادا فعل زادا فعل مجرد May زادا فعل زادا فعل مجرد أصبحت قاعدة استفامية بالاحتمالية من الممكن أن يأتي هذا الموضوع في الامتحان التحريري كما في تمرين رقم 2 صفحة 112 على شكل ترتيب الجمل هس رح نبعد قليل إن شاء الله نحل التمرين المتعلق به الآن رح نجي نحل التمرين رقم واحد يقول لي Answer the questions about the text in your students book أجبعنا الأسئلة عن النص اللي أخذناه بكتاب الطالب في بداية الدرس فهنا نقول لي Do we know that the world is getting warmer هن نحن نعلم بأن العالم يصبح أكثر دفئا بيصير ظاهرة الاحتباس الحراري إحنا عدنا علم بهذا الموضوع أكيد إحنا عدنا علم فأقول لي يس قال لي زيان Why do cars make the world warmer ليش السيارات تساهم في هذا الاحتباس الحراري أو تساهم في ارتفاع درشة الحرارة العالمية قلنا وضحنا هذا الشي أن السيارات تستخدم الوقود اللي هو البانزين البيترول هذا الوقود ينتج مخلفات غازية هذه المخلفات الغازية تجعل الحرارة محبوسة في الغلاف الجوي فبالتالي أقول لي They produce gases إنها السيارات تنتج الغازات which drop heat التي تحبس الحرارة and the atmosphere في الغلاف الجوي What do we get when ice melt ما الذي نحصل عليه عندما يذوب الثلج أو الجليد لما يذوب الثلج أو الجليد الشيء الذي نحصل عليه نحصل المي فأقول له Water Why will the sea level raise لماذا مستوى سطح البحر سوف يرتفع قلنا سبب ارتفاع مستوى سطح البحر إن ice caps اللي هنا القمم الجليدية will melt سوف تذوب فأقول له The ice caps will melt القمم الجليدية سوف تذوب So there will be more water لذلك رح يكون ما أكثر وبالتالي يرتفع مستوى سطح البحر Which of the fuels do we think factories burn ما هي أنواع الوقود التي تحرقها المصانع بأتقادك إحنا أخذناهم أغلبهم اللي هن الكل الفحم gas الغاز oil النفط إلى آخره Do you think factories will stop using them هل تعتقد بأن المصانع سوف تتوقف عن استخدام هذه الوقود أو هذا الوقود إحنا وضحنا أن they may change the fuels ربما سوف تغير هذه الوقود أو هذا الوقود ليش يجب أن تستخدم طاقة نظيفة بإدارة هذه المصانع If the world carries on getting warmer What might happen to Iraq إذا العالم بدأ يصبح أكثر دفعا ما الذي سوف يحدث للعراق أنا أقول لك طالب شين رأيك بهذا الكلام Some of farmer lands may become desert أنا من الممكن أنه إحنا نتأثر كذلك بالتصحر فبالتالي بعض الأراضي الزراعية ربما تتحول إلى صحاري هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين تمرين كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي طبعا معظم اليونت السابق رح نشوف أنه أغلب أنشطة أنشطة صفية ببعض التمارين المتعلقة بالإسقاطات بالتوصيلات بالمفردات أنشطة أنشطة للتوعية رح نلاحظ أنه أغلب الأنشطة للتوعية دي يوضح للاحتباس الحراري دي يوضح للمشاكل اللي يعاني من العالم التنوث إلى آخرهم فرح نشوف أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي أما تمرين رقم اثنين هذا التمرين مهم جدا جدا بالامتحان التحريري قبل دقائق شرحنا موضوع الاحتمالية وقلت لكم من الممكن أن يجينا على شكل رتب الجمل كما في تمرين رقم اثنين هسا الآن خلينا نراجع ملاحظة أو القاعدة اللي أخذناها عن الاحتمالية من يتذكر القاعدة فاعل زائدا أما مي أو ميت زائدا فعل مجرد زائدا التكملة بالاستفهام أخلي بالبداية المي والميت وبالنفي أخلي نوت على المي والميت زيان خسا خلينا نحاول نرتب الجمل وذكرنا ملاحظة قلنا أنه من الممكن أنه هذه جملة الاحتمالية يأتي قبلها I think أو من الممكن يجي قبلها جملة كاملة فهسا هنا أنا منطيني my be arm I broken might think فالthink والآي قبل أخليهن أقول I think أنا أعتقد فهنا الفاعل شنو الفاعل my arm ذراعي الفاعل my arm أما may أو might أنا قايل لي might فأقول لها might زائدا فعل مجرد اللي هو I think my arm might be broken أعتقد بأن ذراعي ربما يكون مكسور might their life on Mars be هسا الفاعل شنو there أخلي there بالبداية وراء might وراء فعل مجرد اللي هو be there might be ربما يكون هناك شنو life حياة on Mars ربما يكون هناك حياة على سطح المريخ with to be homework your able I help you may الفاعل شنو الفاعل I زاعد may زاعد فعل مجرد اللي هو be I may be أنا ربما أكون able قادرا قادرا على شنو to help you and أساعدك with your homework بحل واجبك البيتي وراها I think أنا أعتقد أخليها ببداية زاعد الفاعل شنو الفاعل your bag حقيبتك might زاعد الفاعل مجرد اللي هو B زاعد التكمل اللي هو this I think your bag might be this أعتقد بأن حقيبتك تكون هذه are may gray it very the clouds rain هنا شنو يقول الغيوم جدا غامقة أو جدا رمادية ربما سوف تمطر فأقول the clouds الغيوم are very gray جدا رمادية it may rain ربما سوف تمطر pass might study if you not don't you بمعنى منطين if فأقول if you don't study إذا لم تدرس you might not pass إذا لم تدرس بشكل جيد ربما سوف لم تجتاز أو سوف تفشل في الامتحان وراها هم منطين I think I think they may offer me a job أعتقد بأنهم سوف يعرضون علي وظيفتي offer me a job هنا أنا ما سنخلي might لازم هنا خطأ مطبعي أقول may هذا ما يخص تمرين رقم 2 هذا التمرين مهم جدا 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 برامتحان بتحريري من الممكن يجيب لي أحد هاي الجمل وش يقول لي يقول ري order معناها قاعد ترتيب هذه الجمل ننتقل إلى تمرين رقم 3 complete the sentences use may or might أكمل الجمل التالية باستخدام may or might if my friend visit me today إذا صديقي زارني اليوم we نحن مثلا نقول we may go and eat pizza ربما سوف نذهب ونأكل pizza طبقت قاعدة الاحتمالية فاعل زاد may زاد فعل مجرد if the weather is good at the weekend إذا كان الجو جيد في نهاية الأسبوع we might go swimming ربما سوف نذهب للسباحة هذا مجرد نشاط صفي يريد دربني على تكوين جمل جديدة باستخدام موضوع الاحتمالية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تبرير رقم أربعة ما الذي يمكنك فعله لكي تقلل من تغير الطقص أو من ظاهرة الاحتباس الحراري انظر إلى القائمة الأسفل هذا الناس اكتب جمل باستخدام عبارات من الصندوق I may I may not هذه العبارات التي أخذناها بالاحتمالية فهنا أنا شي يقول لي يقول لي travel less by car أن تسافر أقل باستخدام السيارة فهنا أنا يقول لك أنت أنا لم تتساهم بتقليل هذا الاحتباس الحراري أو بتقليل هذا الظاهر ما تغير المناخ من الممكن أن تسافر بشكل أقل بالسيارة وأقول I might travel less أنا ربما سوف أسافر بشكل أقل but there aren't many bars where I live لأنه لا يوجد هنا حافلات أو باصات في المكان اللي عيش به eat less meat أنا أأكل أقل فأقول على سم المثال I may eat less meat أنا ربما سوف أأكل لحم أقل استخدمت جملة الاحتمالية باستخدام العبارات اللي منطيني إياها use less water أستخدم ما أقل I may أو I might use less water I will use less water أنا سوف أستخدم ما أقل بكيف كيف تستخدم I will I will not I might not I may I may not إلى آخره recycle more recycle هو تدوير المنتجات فأقول على سم المثال the factories may recycle more of the plastics على سم المثال المصانع سوف تنتج الكثير من البلاستيك المعاد تدويرها على متساهم في تقليل التلوث وهكذا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ذيريدي حاول يدربني على استخدام عباراتي الاحتمالية اللي هي may may not might might not أما ال will will not اللي هي موضوع المستقبل اللي أخذناه بدروس السابقة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه هذا الدرس كل عبارة عن أنشطة صفية كنشاط صفي كتحضير يومي غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد أنشطة توعاوية ذيريدي خليني أعرف مسألة مهمة جدا بالعالم اللي هي مسألة الاحتباس الحراري تغير درجات الحرارة وتمرين قعد ترتيب الجمل باستخدام قاعدة الاحتمالية هذا الموضوع والتمرين المتعلق بفقط المهمات بالامتحان التحريري باقي الأنشطة تصفي غير مهمة من الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات المجدس في الفيديو في الوصف